اشتركوا في القناة 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 شكراً سيادتك مع المشهر حسن بي محمود رئيس لجنة المتابعة في محافظة بني سويف مساء خير يا فاند إزاي سيادتك فاند بزاك حسن بي يتفضل بين يخليك هو بني سويف عدد اللجان الفرعية 497 لجنة فرعية هيا فاند 550 فرع انتخابي منهم أربع لجان وافدين بحمد الله طم انتظام العمل في اليوم الأول والثاني وكافة اللجانة الفرعية ونصر لكسافة الحضور في اليومين الأول والثاني دفعنا بعدد من المواصفين الجريد في اللجان الفرعية لمجابل كسافة الناخلي وكمان تم الدفع في انجزاء اليومين برضو بأحد الصدر القضاء الاحتياطي اللي معرض أحد رؤساء اللجان الفرعية بين الوافدين بقسم بني سويف نصل لكسافة الحضور أمام هذه اللجانة وبنتابع اليوم إن شاء الله والكسافة مقبولة جداً اليوم زي الأول أمس وأمس والأمور منتظمة وإن شاء الله ربنا يسهل بإذن الله وإن شاء الله ربنا يستبتع شكراً جزيلاً لسيادتك وملحظ فعلاً على كل المحافظات إقبال في اليوم الثالث على غير المتوقع إنما الإقبال إن شاء الله خير وإحنا متابعين مع حالتك مع المشار إيهاب شكراً فاندم لأن عندنا منطقة صناعية في بني سوفي الجديدة ومنطقة صناعية في ميدروم في الطريق الغربي فكسافة شيرة جداً في اللجنتين شكراً جزيلاً لسيادتك ومتابعين مع حالتك شكراً مع المشار إيهاب بهمت رئيس لجنة محافظة الفيوم أخبار الفيوم هي فاندم عن سيادتك شكراً جزيلاً لسيادتك عندنا في الفيوم عددنا عشر لجان عامة عدد 223 مركز انتخالي 223 لجنة فرعية كان فيه 26 لجنة سيدات ثلاث لجان وفدين عدد وضالي كانوا مشاركين 222 منهم 222 قضيات في جمعة عدد النخبير عندنا 2 مليون 107 رجيلاً كل اللجان فتحت في أول يوم وتاني يوم وتأتي يوم في المعاد كان في لجنة واحدة كانت ويوسف الصدية فاندم وثاني يوم كان فيه لجنة يوسف الصدية تماماً فاندم متابعين تم تحل الموضوع وإن شاء الله الحمد لله الحمد لله إن أرضى فتح في معاهده الحمد لله متابعين تماماً سعادتك تماماً سعادتك تماماً سعادتك باشكر سعادتك شكراً فاندم وإن شاء الله والحمد لله تلع المعارسة فاندم يتنفى أحسن مظهر بها في الخبر الأساسي الحمد لله باشكر سعادتك ومتابعين مع حضرتك والنهاية تنمع اليوم الثالث وبداية الفرز إن شاء الله شكراً جسيراً شكراً جسيراً نحيات لحضرتك والسيد رئيس الهيئة والسادة من الصمالات وأنا باتفق مع معاليك منذ اليوم الأول بالنسبة العالية للمشاركة في مصر بشكل عام وفي المنوفية بشكل خاص محافظة المنوفية ذات الكسافة العالية السكانية وينعكس ذلك أيضاً على التصويت وعايز أقول إن الحقيقة سبب المشاركة العالية بواقي عام هو قيام الهيئة الوقرة رئاستكم وحاسم بيه السادة من زملاء الأفاضل بعمل الإجراءات القانونية قبل بداية العملية الانتخابية بوقت كافي وفقاً لمقتضيات البسطورة القانون توفير كافة الوسائل اللوجستية التي من شأنها أن تسير العملية الانتخابية بالانتصال بسرعة فائقة بالإضافة إلى وعي الشعب المصري في المرحلة الراهنة ومقتضيات الظرف تأثر إن شاء الله يكون يضع مصر على مصاري التحول الدموقراطي وفي مصاف الدول المتقدمة والحقيقة أنا شفت أن كل ناخب أو ناخبة معه نكم الصغير اللي هو فوق الـ 12 سنة علشان يزيد الوعي المتخابي وده إن شاء الله نبنى عليها في المستقبل أخيراً السحطاق السوري يفوز به من يستحق والفائز الأكبر هو الدولة المصرية وشكراً للمحيكم شكراً يا فندم بشكر مع حضرتك ومتابعين إن شاء الله لغاية انتهاء وبداية الفرز وشكراً جزيلاً لحضرتك شكراً يا فندم إن شاء الله فندم إن شاء الله مع المشهر عبدالله بيع عبدالعزيز رئيس اللجنة متابعة جنوب سينة محافظة جنوب سينة عكا فندم السلام عليكم السلام فندم أخبار سيادتك كثفات عندك من أول يوم ونفذ أحد اللجان من أول يوم فأنا متابعين يعني مع سيادتك الحمد لله أولاً أنا بشرت باللقاء مع حضرتك مع علي أحمد بيه وصفاتي 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 نهاية للغنية أنا متحدث إليكم من مدينة طور عاصمة محافظة جنوب سينة والأرض المباركة الذكرها المغلة عبدالجل في كتابي كارين قوله رد العزة وشيء أرضي تخرج من طور سيناء أم بيت وبيته وطبراً للأكلين طرف الله العظيم أسعيد مرة أقرأ باللقاء مع عليكم طبعنا عن اللجان عن سيادتك الحمد لله محافظة جنوب سينة على هكبة مستعداد من أول بداية من أول انتخابات استحقق الانتخابي المحافظة فيها تسع الكلام عامة الموزعة على ستة وأنترين لاجنة طبعية بيعشرين مقر الانتخابي من ستة وأربعين لجنة خمستاشر لجنة خاصة للوافدين تعلم معاديكم أن محافظة جنوب سينة من المحافظات السياحية فيها كثافة عالية جداً من العاملين من المجال السياحة بفضل توجيهاتكم تم التركيز على المحافظة الوافدين ونجدنا شرم الشيخ ونفضى فيها سبع لجنة موافدين نسبة تقبال غير مصروفة كما أشكت معاديكم اللجان أفلت أنا بالمجهودات مع مزيد الأمن لنحاول أن نوزع الأوراق وأفرع ما يمكن كل شكر كل شكر كل شكر نعليكم متابعين من أول الله في المحافظة العامل وأنا بشكل مضيح ردي لقائد ما عليكم وأي يبحث عنه أنا معادي شكر جزيل لحضرتك والمجهود مشكور للزملاء جميعاً وده يعني مجلس الإدارة بين التحياته لحضراتكم وشكر جزيل للسادة القضاء وجمهور المواطنين وكل الناخبين يعني حاجة فعلاً مشرفة ويعني هو عرص ديمقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن يعني فعلاً حتى الآن الإقبال في اليوم الثالث كسافة عالية غير متوقعة يدل على يعني توقع النتيجة برضو إن شاء الله يعني تاريخية لم تشهدها مصر من وعي المواطن وده حاجة يعني واضح من كل المدخلات دي حقيقة يعني أنا براجع شكراً لكم يعني فتحنا لجنة في مطار شرنشي في كسافة المتركبين وأصوات أنا لم أشاهدها ولم أعاصرها على مدى حيات العملية إلا في تلك المتحدة وكل ده راجع بطنظمكم نطوب هو هو جهد جهد بجهد عشان بس حياراتك نندي لكل دي حق إن حقه هي تكاتف أجهزة الدولة والحكومة وممثلة في كل الوزارات المعنية يعني سيادتك أخذت من كلام حياتك في جنوب سيناء كنا في السابق عاملين ثلاث لجان وفدين فقط أما الآن عملنا خمستاشر وابتدينا فعلاً نشوف المناطق الحدودية والسياحية ونلتفت أنا بشكر حياتكم جميعاً ولازم إحنا برضو نكرر إحنا مستمرين العمل في كل اللجان الفرعية حتى نهاية معاد الاقتراع في التساع مساء ونهاية كل المتواجدين بجمعات الانتخاب لتمكنهم بإدلاب أصواتهم قبل ما أطلع حضراتكم على هوا كان فيه كلام إن ممكن فيه مد اليوم رابع أو من عدمه هذا الكلام لم يصدر به أي قرارات من مجلس الإدارة وما حصلش أساساً نتعرض على مجلس الإدارة عشان يطلع به قرار بهذا الأمر أما إجراء إن إحنا ننتظر تمكين كل الناخبين المتواجدين بجمعات الانتخاب ده إعمالاً لصحيح القانون كسفات عالية في اليوم الثالث وزي ما قررنا ومن زميلي وأنهم بيقولوا فعلاً الموقف اللي إحنا فيه موقف تاريخي يدل على وعي المواطن بحقه ودولته ووطنه بشكر حضراتكم وإحنا متابعين إن شاء الله مع بعض حتى تمام انتهاء الساعة التاسعة وقفل جميع اللجان وابداية الفرز إن شاء الله شكراً جزينا الحضار compiled شكر حضراتكم shoutout شكراً 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 شكراً